التقى وكيل محافظة حضراموت لشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيغ بمدير عام مديرية وادي العين وحورة سالم صالح باوزير وجمع غفير من أعيان ووجهة وأبناء مديرية وادي العين وحورة للحديث حول العديد من المطالب والمشاكل والتي يعاني منها أبناء المديرية بمعيتي مدير عام مكتب وزارة الأشقال العامة والطرق بساحل حضراموت دكتور محمد با خلعة وفي مستهل اللقاء نقل الوكيل بارزيغ تحايا نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظة حضراموت اللواء فرق بن سالمين البحسني واستمع من الحاضرين لمشاكل واحتياجات المديرية والتي تلخصت في الجوانب الخدمية بمجال الصحة والتعليم والمياه والكهرباء إضافة إلى مشاريع الطرقات والبنية التحتية للمديرية بشكل عام ووعد الوكيل الفني لمحافظة حضراموت أبناء المديرية بالتواصل مع الجهات المختصة في هذه الجوانب الخدمية والتنسيق معهم لحل مشاكل واحتياجات المديرية من خدمات أساسية وضرورية إضافة إلى ترتيب واعتماد لهم طاقة شمسية بما يخص موضوع المياه بالتنسيق مع المنظمات المختصة للدعم في هذا الجانب وتحديد خمس آبار بشكل عاجل لأهالي المنطقة واعتمادها كمرحلة أولى مؤكدا على اهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضراموت في توفير الخدمات لأهالي المديريات بشكل عام بالمحافظة تفقد وكيل محافظة حضراموت لشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق تفقد محطة كهرباء دوعة للإطلاع على سير عملها واحتياجاتها بمعية مدير عام مديرية دوعة سالم بنخر وعضو مجلس النواب محمد حسن بن عبد الرب العمودي وطلع الوكيل بارزيق على احتياجات المحطة من وقود لتحسين خدمة الكهرباء بالمديرية وضمان استمراريتها وزيادة ساعات التشغيل فيها وفقا لتوجهات نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظة حضراموت قائد المنطقة العسكرية الثانية أهل واردو كنفرق بن سالمين البحسني فيما طاف الوكيل والوفد المرافق له في أرجاء المحطة وأغسامها والإطلاع عن كتاب لسير آلية العمل في المحطة والاستمال لمشاكل العاملين فيها وأهل المنطقة حضر النزول عدد من مهندس وإدارة محطة الكهرباء بالمديرية ووجه وعيان المديرية ترجمة نانسي قنقر